شادينا التاسع صباحاً وموعدنا مع مجاز الأهم الأنباء مع دينا الشرف تفضلي يا دينا شكراً لك جمعنا التاسع صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية مع تدعيمها بوسائل اختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربيين جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع لواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وعدد من المسؤولين حيث تناول الاجتماع متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية باندال اجتماع شهد استعراض المستجدات الانشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب كما وجه رئيس السيسي بتطقيق في توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة والخامات ومستلزمات الانتاج ومواد التعبئة والتغليف وذلك لضمان أعلى مستوى من جودة الانتاج للأجبان اختتم مجلس الأموناء الحوار الوطني اجتماعه الثالث بمقار الأكاديمية الوطنية للتدريب بمناقشة عدد من القضايا والمحاور الاجتماعية الرئيسية وثمن المجلس قرارات الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم متطلعاً للمزيد وشهدت الجلسة مناقشة موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاجتماعية حيث تم التوافق على خمس قضايا رئيسية تتضمن التعليم والصحة والقضايا السكانية وقضايا الأسرة والتماوسق المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية حيث تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها واستعرض المجلس خلال اجتماعه ما تم التواصل إليه في الجلسة السابقة من تحديد قضايا المحور السياسية والتي تضمنت إنشاء ثلاث لجان فرعية تختص بمباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان وحدد مجلس الأمناء الأربع المقبل موعداً لعقد الاجتماع الرابع بهدف استكمال قضايا المحور الاقتصادية تقدمت مصر في بيانات عن وزارة الخارجية بخالص التعازي وصادق المواساة لكل من الإمارات وباكستان والولايات المتحدة في ضحايا السيول والفيضانات التي اكتاحت مناطق من تلك الدول وأصفرت عن عدد من الوفيات والإصابات وعربت مصر حكومة وشعباً عن صادق تعازيها لذوي الضحايا وتمنيتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين مؤكدة على موقفها مع هذه الدول في هذا المصاب الأليم كما عرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي دربت مناطق متفرقة في إيران وأصفرت عن عدد من الوفيات والإصابات بين المواطنين أعلن حاكم ولاية كينتاكي الأمريكية أندي بيشير ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة في الولاية إلى 25 شخصاً وأضاف إلى أنه من المحتمل أن ترتفع حصيلة الضحايا الأكثر من ذلك وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة غير مسبوقة في 13 مقاطعة في شرق كينتاكي وعن الرئيس الأمريكي جو بايدن على إثنها حالة كارثة طبيعية وأرسلت عزيزات فيدرالية لدعم المناطق المتضررة من العواصف والفيضانات والإنهيارات الأرضية وانزلاقات التربة قال الرئيس الأوكراني بلودامير زيلنسكي أن حكومته أمرت بالإجلاء الإلزامي للسكان في منطقة دونتسيك بشرق البلاد التي تشهد قتالاً دارياً مع روسيا وقال زيلنسكي أنه كلما غادر المزيد من السكان منطقة دونتسيك الآن قل عدد الأشخاص الذين سيكون لدى الجيش الروسي وقت لقتلهم مضيفاً أنه سيتم منح السكان تعويضات وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن مئات الآلاف ما زالوا يعيشون في أقليم دونباس حيث يحتدموا القتال ختم مجزئات تاسعة فواصلوا لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر